عاشوا هنا منذ قرون قاوموا الأمراض الفتاكة وسط البراري ليضمنوا البقاء لقبيلتهم كما وقفوا في وجه الاستعمار الثقافي البرتغالي لعقود توترت بذلك عاداتهم وتقاليدهم إنه شعب المورى أحد الشعوب الأصيلة بالبرازيل عمروا وسط غابات الأمازون في تناغم مع الطبيعة إلى أن حلت مظاهر الحضارة المعاصرة بالمكان لتختل الموازين مع وصول الكهرباء والإنسان الحديث بدأ الدمار كل يوم يتم اجتثاث الغابة وقطع الأشجار نحن حزنون لأن الغابة تموت كل يوم نحن قلقون بشأن التغيرات المناخية العالم يحتاج للغابة ونحن نحتاجها وأطفالنا أيضا كأسلافهم يعيش أفراد قبيلة المورى البالغ عددهم الخمسة عشر ألفا على الصيد وجني الثمار الغابية لكن تراجع مساحة غابات الأمازون يهدد استمرار نمطهم في العيش أنتم تشاهدون الحياة تزهق هنا كل هذه الأشجار كانت لديها حياة تحتاج كلها للحياة كل واحد في مكانه انظر هنا قليلا وسطر الأضرار هدفهم تدمير هذه الحياة وهدفنا حماية المكان مساء قبائل الأمازون ترزح بين نيران الحرائق الكثيفة وسياسة الرئيس البرازيلي اليميني بورسونارو الذي يضغط من أجل فتح المحميات الطبيعية أمام التنمية لكن إيمان شعب المورى بعدالة قضيتهم أقوى من هوى أصحاب الكسب المادي على ما يبدو من أجل هذه الغابة سأناضل حتى آخر نقطة من دمي أجل هذه الغابة من دمي ترجمة نانسي قنقر